حكم المسيح أمام المحكمة الدينية أخذوه أمام حنان حنان كان رئيس الكهنة لكن أقالت الحكومة الرومانية لأنه كان فيه فساد فساد كتير رشوة وبطلان ولسيما في الهيكل لأنه بالعربة يعني بهدلهم الرب يعني أحرجهم خجلهم لما طهر الهيكل من الباعة والصيارفة بحسب حتى التلمود اليهودي بيتكلموا ويلات ولعنات على حنان وعلى كل عيلة حنان اللي هو كان صهره قيافة اللي وقف أمامه يسوع المسيح أولاده لحنان وأيضا قيافة كل العائلة حكمت كرؤساء الكهنة لفترة زمنية طويلة فهذه الفئة التي لا تؤمن بالأرواح ولا الملائكة ولا تؤمن بالأشياء الخارقة المعجزات فكون المسيح يصنع معجزة يرد أذن خلال ذهابوا إلى المحاكمة هذا يدل أن المسيح ماسك زمام كل الأمور أخذوا أمام حنان مع أنه كان مستقيل لكن من ناحية مبدئية كنوع من أنه التكريم لإله كانوا بيكره الرب يسوع بسبب الكراهية والحسد والضغينة والحقد وعدم الإيمان لأنه الرب يسوع خسرهن البزنس كان بيسموها الماركت بتاع حنان دار الأمم وإن المسيح طهر ليكل يعني لما طهر كان بيسموها السوق السوق بتاع حنان اللي كان بيستخدموه لأمور غير عادية حاكموا المسيح قيافة ومجمع السنهادريم اللي هو سبعين شخص مع رئيس الكهنة وعلى فكرة لازم يكون أقل شيء ثلاثة وعشرين شخص عشان يقوموا في المحاكمة أنا أشك إنه حتى في هالليل كان ليلة الفصح إنه يجيبوا ثلاثة وعشرين شخص ثم ماذا عن شهود الزور اللي جابوه يعني المحاكمة نتيجتها خلاص محتمي عاوزين يقضوا على الرب يسوع المسيح فهاي كانت مسرحية كانت مهزلة المحاكمات إنه بحاكموا يسوع المسيح ما هو تحاكم من أصلا عاوزين يتخلصوا منه الدليل إنه أوردي بعتوا يهودا وصار سلموا دفعوا له فلوس وهكذا تمت المحاكمة الدينية تعرف حبائي حنان وقيافة والسنهدريم كان في فساد كتير بين رؤساء الكهنة نتيجة المحاكمة خلاص عاوزين يتخلصوا منه لكن الشيء الغريب إنه لاحظ اجتمع الفرسيين اللي يعتبروا بحافظوا على الشريعة والصدقين هنا بيعتبروا لهوت الليبرال يعني لهوت المعاصر بأمنوش في كتير اجتمعوا على يسوع المسيح اجتمعت الرومان مع اليهود يعني بلاطوس اللي قتل كثير من اليهود وهيرودوس انتيباس اللي راح هتكلم عنه بعد شويه قتل الاف من اليهود مع كل هذا يقولون لبلاطوس ليس لنا ملك إلا قيصر يعني في مهزلة المحاكمات بعدين المسيح لم يعطى فرصة للدفاع عن نفسه كل شيء تم بسرعة لكن كل الاحداث لاحظ انه رب كان متنبئ كان يعني ذاكرها وهو عالم بكل شيء في الفصح عارف وين ما كان الفصح عارف عن خيانة يهودا عارف عن انكار بطرس له قبل ان يصيح الدقيق عارف انه بطرس راح ينكر المسيح وهكذا تمت كل الامور شو المشكلة اللي كانت المحاكمة اول شيء المحاكمة ممنوعة تكون بفترة الاعياد بحسب التلمود ممنوع منعا باتا تكون بفترة العيد المحاكمة ممنوعة تكون بالليل لازم تكون بالنهار هيك بعلمه المحاكمة ممنوعة تكون في بيت قيافة لازم تكون في احدى باحات الهيكل في احدى غرف الهيكل وعلى الاقل لازم يكون 23 شخص ممنوع يكون شهود زور احضروا شهود الزور وصلوا لنتيجة ان التهم التجديف لانه قال يسوع انه ابن الله لكن هذا كان غير كافي العقاب يسوع فاخدوا في الصباح باكر امام بلاطوس وهناك امام بلاطوس حاول بلاطوس انه ينجل مسيح عدة مرات مع انه كان شخص يعني صلب الاف من الناس تفرقش معاه كمان واحد لكن فيه صوت صوت زوجته ضمير اياك وذاك البار حاول ينقذ حاول حتى يعطيهم سجين اللي كان لسه قاتل برقابس لكن قالوا اسلبه 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 وطبعا انا ذكرت عن نهاية بلاطوس يعني دفع ثمن باهز جدا لهذه الهي فقالوا لبلاطوس يسوع عامل يهيج يعني عامل ثورة تداهب الجليل يفسد الأمة يثير الشعب يطالب الناس عدم دفع الجزية يعني الضرايب لقيصر وبعدين انه المسيح الملك كلمة الملك كافي انه خلاص يخلص عليه لكن قال لست أجد علّة فيه يعني حاول والمحاول الأخيرة انه غسل ايديه بالمي وقال انا بريء من دم هذا الصديق ولما قال يعني بهاي المرحلة قال عرف انه يسوع جليلي فهيرودوس انتيباس كان من الجليل بزور القدس فوقف المسيح أمام هيرودوس انتيباس هيرودوس انتيباس هو ابن هيرودوس الكبير على فكرة لما مات اتقسمت المملكة ثلاث أقسام هيرودوس انتيباس كان بيحكم الجليل وجزء من شرق الأردن في برية هيرودوس فليبوس كان بيحكم المنطقة الشمالية مع سوريا وشرق الأردن من الجهة الشمالية وهيرودوس الخلاوس اللي في أيامه رجع مريم ويوسف من مصر مع الطفل يسوع لكن دهبوا للناص اللي كان معروف عن بطش وغطرست هيرودوس أركلاوس لكن هيرودوس انتيباس اللي قال عنه يسوع قولوا لهذا التعلب كان مكار وهو نفس الشخص اللي قطع رأس يحنى المعمدان والغريب انه كان فرحان انه يشوف المسيح وكان بيترجى انه يشوف معجزة لكن المسيح بقى صامت فاحتقر يسوع واستهزأ ورد هيرودوس المسيح لبيلاطوس وبقولوا من هذا اليوم صاروا أصدقاء انه يعني كان نفسي انا بعرف الناس تحبش التاريخي كتير بس نفسي احكي عن النحية التاريخية شو العداوي كانت وليش صارت الصداقة بحسب طبعا كمان كتابات المؤلف او المؤرخ يوسيفوس الاعداء صاروا أصدقاء الفرسين والصدقين الامم واليهود وايضا هيرودوس وبيلاطوس كله اجتمع على يسوع المسيح لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب بالباطل اجتمعوا على الرب وعلى مسيحي كله اجتمع حتى ايش يحاكموا يسوع المسيح